أول مبروك نقولها من قلبنا الموسم ده لكل الأهلوية جماهير النادي الأهلي مبروك إدارة النادي الأهلي مبروك الجهاز الفني للنادي الأهلي مبروك ونجوم النادي الأهلي مليون مبروك كنتم رجالة كنتم على الوعد والعهد شرفتونا ومش بس شرفتوا الأهلوية لكن شرفتوا الكرة المصرية قدام العالم كله مبروك برونزية العالم الرابعة في تاريخ النادي الأهلي واللي وراها الحقيقة من وجهة نظري أكتر بكتير من مجرد ميداليا برونز اتعود عليها جمهور نادي الأهلي صحيح كنا بنحلم للأفضل وكننا بنطمح في الأفضل وكان في الإمكان نروح لعبعد من كده لكن شرفته ووفيته وقدمته صورة مشرفة الحقيقة لكل جماهير الكرة في مصر مش بس جماهير النادي الأهلي لكن القصة بالنسبة لي مش قصة بطولة ولقب جديد يضاف لسجل النادي الأهلي ولا للجيل اللي انتو شفتو ده وقواقف صورة للتاريخ صورة للمجد اللي بيسعى ليه كل رياضي مش بس في كورت القدم القصة أكبر من الصورة دي بكتير القصة هو سؤال طرحته على نفسي وأنا بسترجع كده شريط البطولة من مباراة الافتتاح لغاية مباراة قروا ردز في ميدالية المركز الثالث والرابع وفوز الأهلي على بطل دوري أبطال أسيا وتحقيقه ولميدالية برونزية الرابعة في التاريخ ايه السر وراك يا أهلي لماذا الأهلي هو النادي الذي لا تغيب عنه الشمس عشان نجاوب على السؤال ده محتاجة نروح لفصل ونرجع ندخل في التفاصيل وكل التفاصيل ترجمة نانسي قنقر